رقم 6 برضو مهم جدا واللجنة دي المتخصية بص الأسماء اللي فيها مين تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وتضم أيضا الأستاذ مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة كرة القدم يبقى الأستاذ ياسيم منصور رئيس الشركة أستاذ مصطفى مراد فهمي وما له من باع طويل جدا جدا في الفيفا والكاف ولذلك حرصت حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على أن يكون متواجدا الأستاذ مصطفى مراد فهمي في هذه اللجنة اللي برئاسة كابتن محمود الخطيب وعضوية ياسيم بمنصور ومصطفى مصطفى مراد فهمي وأيضا كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي والأستاذ عمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عمر شهين عمره كله في الكاف بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم طيب إذن بعد نهاية المباراة إن شاء الله نهاية المباراة النهائية النادي الأهلي حيكمل كل الإجراءات الخاصة بالمحكمة الرياضية لغاية يوم المباراة قبل انطلاق السفارة ما عنديش مشكلة حفظه لورا الموضوع لغاية يوم السفارة ما فيش مشكلة قالص ده متفقين عليه حتى لو كسبت حفظه لاشتغل على هذا الأمر وكمل على حقي لأن اللوائح يجب أن تنضبط لأنه مين مين أكتر نادي بيوصل للمباراة النهائية مين أيوة النادي الأهلي مش عشان أنا بقول كده لا ولكن 15 مرة بيصل للمباراة النهائية النادي الأهلي وبالتالي يجب أن يكون هناك عدالة دائمة خلال الفترة اللي جاي أكتر نادي حيتضر هو النادي الأهلي ولذلك زي ما قلت لحضرتك محكمة رياضية احنا وراها ما فيش الكلام تشكيل لجنة لجنة لإدارة هذه الأزمة برئاسة مين كابتن محمود الخطيب عضوية ياسين بمنصور أستاذ مصطفى مراد فهمي كابتن حسام غالي أستاذ عمر الشهين المستشار القانوني الدكتور سعد شلبي أيضا المستشار القانوني لشركة الكرة لكرة القدم بعد كل ده هنعمل مؤتمر صحفي عالمي عالمي إن شاء الله بعد نهاية المباراة النهائية